المشهد السياسي في جنوب افريقيا يطغى عليه شد وجذب بين رئيس البلاد جاكوب زوما واحزاب المعارضة يستعد جاكوب زوما لالقاء خطابه السنوي امام البرلمان لكنه اتخذ خطوة بتاعزيز فريقه الامن بنشر 400 جندي قرار سرعان ما اثار جدلا واتهامات عديدة حزب التحالف الديمقراطي المعارضة وصف الخطوة بانها خرق صريح للدسور وانتهاك لمبدأ فصل السلطة يبدو ان الرئيس جاكوب زوما فقد البوصلة وفقدت الثقة بين الحكومة والمواطنين اتخذ الرئيس قرارا بنشر اكثر من 400 جندي لكي يأتوا للبرلمان ويوفر له الحماية انه سلوك يعكس انتهاكا لمبدأ الفصل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية نحن في الحزب ندين هذه التصرفات المواقف السياسية الرافضة لنشر الجنود داخل البرلمان توالت من عدة اطراف سياسية مواقف اجمعت ان قرار زوما هو استعراض للقوة وبمثابة اعلان حرب ضد المواطنين نتوقع ان يكون انتشار الجنود بهدف توفير الامن خلال حفل القاء الخطاب الذي ينبغي ان يتولو تأمينه في الواقع ينطوي هذا الامر على اتهام للشرطة بكونها عاجزة عن حفظ الامن والنظام العام ونعتبر ان هذا الوضع مقلق لانه يمص في الصميم مبدأ استقلالية وفصل السلطت التوتر السياسي بين جاكوب زوما والمعارضة ليس وليد اليوم رئيس جنوب افريقيا وجهت له اتهامات ثقيلة بالفساد عبر اقامة علاقات اقتصادية يشبه الغموض وقامت احزاب المعارضة خلال العام المنصرم بمحاولات حثيثة لسحب الثقة من الرئيس زوما لكن هذه المحاولات انتهت بالفشل بالسبب توفر حزب المؤتمر الوطني الافريقي الحاكم على الاغلبية في البرلمان ليظل رهان شد الحبل مستمرا الى اجل غير مسمى